بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا لازلنا مع الرسول الأسوى والقدوة ونتحدث اليوم عن قضية في غاية الخطورة كثير من الناس يتمنون الأبناء ولا يرزقون الأبناء فالحزن والألم الذي يصاحب عدم إنجاب الأبناء سواء كان الضغط على الأم أو الضغط على الأب كبير جدا وعالي جدا وأكثر من ذلك ألما أن يرزقوا بالأبناء على كبر ثم يموتون وهذا ألم مضاعف نتيجة الفقد ونتيجة الحاجة النفسية الموجودة عند الآباء للأبناء للأباء والأمهات لقضية الأبناء لما ننظر لهذه الظاهرة الكبيرة جدا أين نجد الأسوى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام ملد يتيما وهذه الحياة القاسية والعرب كانت تعتز بكثرة الأبناء والأبناء الذكور خاصة لأنها بلاد تعتمد على المقاتلين وعلى الحرب وعلى العزوة العائلية التي تمثل فيها القوة العضلية والعددية أساس المجتمع القبلي والرسول صلى الله عليه وسلم مثل غيره في هذه البيئة كان يتمنى أن يرزق الأبناء لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن لا يحدث ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم رزق بالأبناء لكنهم توفوا في حياته وهم صغار وكانوا هؤلاء الناس الذين يعني يحيطون به من المشركين ومن المنافقين ومن اليهود بينهم يتداولون الكلمة الأبتر ولذلك نسمع في قول الله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إذن لم تكن فقط فقدان الأبناء لكن أيضا العيب الاجتماعي والمعايرة الاجتماعية قائمة والله سبحانه وتعالى يقول وَلَا سُوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى بمعنى أنك أنت سترضى في الآخرة لما يعطيك الله سبحانه وتعالى وأن ذكرك محفوظ في الدنيا وستبقى أنت محمد وسيبقى هم جاهيل في هذا التاريخ الكوني البشري لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ظلت نفسه تشتاق لقضية الأبناء والله سبحانه وتعالى لم يرزقه الأبناء في هذه الحياة الدنيا ووعده خيرا في الآخرة ولذلك لما نبتلى بمثل هذه الظواهر مثل فقدان الأبناء القدوة موجودة في من فالرسول عليه الصلاة والسلام فهو رغم كل الاحتياجات البيئية والاجتماعية والنفسية للأبناء في بيئة تعتمد على هذه الظاهرة بشكل كبير جدا لم يرزق الأبناء بل لما رزق بهم ماتوا وهم صغارا ولذلك نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة كاملة في مواقف الحياة يقتدى به وينظر إلى فعله وينظر إلى رضاه بما قسم الله سبحانه وتعالى له من رزق في هذه الحياة الدنيا وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته